السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السشن جديدة هو single amino acid metabolism نتحدث في السشن دين شو أضاء عن tryptofan amino acid سوف نتفعل اي امينو أسد مفوض اغطي اربع نقطة النقطة الاولانية هو essential ولا لا نقطة الانفيد بداوي نقطة تفتعل امبورتن ستعتم والنقطة الربائية هي المبورنية يرى السدل ال tryptofan essential amino acid المترجم التي لا تستطيع تصليحها ولا يجب عليزها معضب فيه نوع الثانيه الفيد فاده أعطيه مقصد مثل أروماتيك أمام الأسيب ممكن أن نجدني غلوكوس و ممكن أن نجد نجد كيتوم ممكن أن نجد الألنين و كيتوم بودوس نجد نجد كيتوم بودوس وما الأسيت وأسيب وهو ماكسد هو ألنين و حديث من الغلوكوس الألنين هذا من البلوكوس السهل لأن الغلوكوس ممكن حوله إلى البيروفيد والبيروبيت ده واحد من ترونس امينيشن يعني بديني البيروبيت وده انترميديد في الكالسوس والنقطة التانية هي الاسيتو استيت والاسيتو استيت ده واحد من الكيتو بولس انا مش هشرح النقطة ديه بالتفصيل لانه مش مهمة للاندر جاديو لكن لو يهم حضرتك انا بتعرفها ازاي هو ماكسط و ازاي هيقدر نجيب منه الالامنت والاسيتو استيت استاذي نحراج السيد ده في الكومنت و انا شو اضع مولها فيديو تمام؟ يبقى هو أول شيء اصيب قليل محتاج ان اصنعه في جسم إلي بعش صنعها في جسمي فمحتاج ان انا اكله في الالامنت النقطة التانية هي ماكسط اللي بقدر اجب منه المكلكوز اللي بعمل بحاوله الالغان اللي بحاوله .. و النقطة التانية اللي بعمل بڤيوفيد و ده واحد من الكيتو بولس النقطة التارته الانبورتنس الانبورتنس تاد التريبتوفين اللي بعمل بhas avoiding ثلاث حاجات ميني جدا السليتونين والميلاتونين والنيكوتينيك أسد النياسين ثم الفورمولة بتاتي التركتوفين بتفعلها الألنين ملسك في رينج رينج دي بنسميها الإندول رينج الرينج بتاتي تركتوفين دي اسمها إندول رينج لما بشي لانا الألنين واخد الإندول رينج دي وحط عليها سلفر السلفر اللي هو اهدي من السلفر من الـ Active Sulfur Donor و التفادي من الـ Active Sulfur Donor هو البابس الفوسفو ادينوزايا الفوسفو سوفير اللي أنا كنت جايبه من الستين أم العصر فأنا لو خدت الرين بتاعتي تريبتوفينتي اللي هي الـ Indulrin وضفت عليها السلفر من البابس الفوسفو ادينوزايا الفوسفو سوفير بيدين الـ Indul and Scatoles الـ Indules and Scatoles دول بينزلو في اليورن وبينزلو في السطول ودولي اللي بيدوني الـ Specific Odor بتاعت اليورن وبتاعت السطول يبال الـ Specific Odor او الريحة بتاعت اليورن وبتاعت السطول جايه من الـ Indules and Scatoles ودولي جايين من الـ Putrefaction بتاعت الـ Tryptophan اما ينقصد عبري ان انا بشتغل على الـ Indulring بتاعته مع الفوسفو ادينوزايا الفوسفو ادينوزايا الفوسفو ادينوزايا الفوسفو ادينوزايا الفوسفو نرجع تاني تريبتوفان الفورمولة بتاعته بتاعته الـ Alumin ماسك في الـ Indul ring فيه كتب زمان كتب بتكتب الـ Tryptophan ده عباره عن الـ Aromatic Amino وقصد عن طريقين ان الـ Ring دي بنزين ريلي من غير دي بس الـ Indul ring على بعضها من فاش تكسر في جسمي انا بعش تكسره فهي بالنسبالي الـ Therocyclic بالنسبة للـ Human Beans Therocyclic Amino الـ Indul ring دي انا بعش تعال معها قصلي برش افصلهم حتى لو فصلتهم مش هفصلهم في نايل ودي يعني شفصل بنزين دي لوحده فمش حرف اسميها عندي Heterocyclic Amino Acid يعني فيها Cycle Other than بينزين رينج زي ما كلها بينور عن هستيدين في اميدازول رينج الـ Tryptophan الرينج التاحه يسمها اندول رينج تمام تعالوا مجيب منوها السيروتونين السيروتونين ده عباره عن نيروتونسوميتر مهمين الاول انا بصنع السيروتونين من الـ Tryptophan فين؟ بصنع السيروتونين من الـ Tryptophan في الـ Platelets وفي الـ GRT بصنع السيروتونين من الـ Tryptophan في الـ Platelets وفي الـ GRT السيروتونين هو Vosoconstructor بيعمل Vosoconstructional blood vessel ومن الحاجات الـ Neurotransmitters هعمل هي اول حاجة ان انا هاجي هنا واضيف Hydroxyl O Tryptophan Hydroxyl اضيف Hydroxyl O ويقوموا على الكربونا دي الكربونا دي رقم كم؟ انا بعد من الاول هنا D1 D1 2 3 4 5 فده 5 Hydroxyl Tryptophan كده انا جدت منه ايه؟ 5 Hydroxyl Tryptophan كده بقى سيروتونين؟ لا عشان احوله الى سيروتونين بشيل الـ Carpondioxide بشيل الـ Carpondioxide بعمل دي Carpoxylation كده بقى سلو 5 Hydroxyl Tryptophan زي ما قلنا شلنا كده من الدوبة الـ Carpondioxide فبقى اسمه دوبامين برضه انا شلتم هنا الـ Carpondioxide فهيبقى اسمه 5 Hydroxyl Tryptophan ده هيبقى هو السيروتونين يبقى انا بجيب السيروتونين من التريبتوفان بـ 2 steps بس عمله Hydroxylation عن دي Carpon 5 هيبقى اسمه 5 Hydroxyl Tryptophan بعد كده بعمله دي Carpoxylation بيتحاول الى 5 Hydroxyl Tryptophan اللي هو السيروتونين تصنع كلام ده فيه في الثلاثلت في الـ GIT بيشتغل ك Neurotransmitter النقطة اللي انا عايزة اضيفه ده اول حاجة اللي هي السيروتونين انا بجيب الميلاتونين من السيروتونين لو انا مش هستخدم السيروتونين اللي انا جيب منه ميلاتونين ليه ازيان اصلا الميلاتونين بيتصنع من السيروتونين في الـ Binary Body في الـ Brain وفي الـ Retina بس لكن مثلا في الـ Tlatelets في الـ GIT اللي هي اكتر حتة انا بجيب السيروتونين من الـ Tryptophan هل هحول السيروتونين ده الى ميلاتونين؟ لا طب ومال هعمل بيه ايه؟ هرميلي خلاص انا خلصت فلازم عمله الـ Degradation خلاص الـ Action ودعوه الـ Degradation وينزل عمله الـ Degradation الـ End Product بتاع الـ Degradation سيروتونين ان انا هشيل الـ Amino Groove دي سخلا بلوك عشان نرجعها تانية احنا بنحول الميلاتونين هشيل الـ Amino Groove وهحول ده الى Acetic acid كده 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 بقى ايه؟ Acetic acid فده اسمه ايه؟ خمسة Hydroxy Acetic acid 5 Hydroxy Endur بقى مثل ما الـ Endurring 5 Hydroxy Endur يعني الـ Endurring انا عرضت الخمسة كاربون بتايت هشيل الـ Endurring اسمه 5 Hydroxy Endur Asific acid اللي هو خمسة هاية هاية او الخمسة هاية ده ده الـ End Product of Degradation of Seletone طب انتي بتقول لنا ده ايه؟ لان احنا رسا ايلينا السيلوتونين بيتصنع من الـ Tryptophan في Platelets في حالات الكارسينويد تومر ده تومر في الـ GIT بعرف اللي ده كارسينويد عن طريق زيادة الـ Higher Execration الـ Higher Execration ده اللي هو 5 Hydroxy Endur Acetic Acid اللي هو End Product of Serotonin Degradation ينزل في اليورين كتير يبقى ده معناه ان السيلوتونين كتير هو مين اللي بيصنع السيلوتونين GIT بفيت يومر في GIT ده مصد كارسينويد تومر يبقى من الحاجات اللي بشخص بيها كارسينويد تومر increase الـ Higher Execration الـ Neuron الـ Higher ده ده الـ السيلوتونين هو أهم حاجة بصوري أول حاجة من الـ Functions of Tryptophane أماينو أصد بيتصنع من الـ Tryptophane أماينو أصد أولا عن طريق Hydroxylation عند الـ Carbon Fire بتاعت الـ Enduring فبتحول إلى 5 Hydroxy وبعدك ده بعمله ديكاب كاربوكسيلايشن مش كاربون ديكسايد فهتحول إلى 5 Hydroxy هو ده السيلوتونين ده بيتصنع الـ Platelets والـ GIT بيشتغل كـ Neurotransmitter لو أنا مش هجد ميلوميلاتونين يعني أنا بتكلم عن Platelets والـ GIT مش بتكلم عن Binary Body أو Retina يبقى ده هيتكسر للـ End Product اللي هو 5 Hydroxy Indole Acetic Acid وده بينزل في اليورين زيادة 5 Hydroxy Indole Acetic Acid في اليورين Indication of Carcinoid Tumor تمام هتكلم بقى ركع دي أول النانا إيه؟ النانا سيروتونين سيروتونين أنا في البيانياء الضوضي أو في الريتنا فهجب منه الميلاتونين الميلاتونين هو هرمون والملاتونين هو هرمون الميلاتونين هو هرمون المسؤول عن سليبريز الليفل بتاعه بيعلى في الدارك والمفروض انه بيبضل مستوياء قليل أوي أو داعي مالذي مفوض انه هو الكمية بتاعتي قليلة ولما الريتنا بتاعتي بتتعرض دي ديم لايت بيبدأ يطلع ويزيد الأمونت بتاعتي في الدارك وده اللي بيخلي السليبريز متاعتي متحزن أو يبقى صعب حتى كده حضرتك لما بتقلق نومات فنرجع تاني هصنع إزاي الميلاتونين من السليتونين هجي على السليتونين ده وهحط على الأمينوبروب بتاعه دي أسيطايل بروب هحط هنا على الأمينوبروب أسيطايل بروب يبقى اسمه إيه؟ ال أسيطايل سليتونين اسمه إيه؟ ال أسيطايل السليتونين يبقى أول ستحويل السليتونين إلى الميلاتونين لأننا هعمله هضف له أسيطايل بروب على الأمينوبروب للأمينوبروب عشان أنا هدفتها على الأمينوبروب باسمه إيه؟ أسيطايل سليتونين النقط الثالب لأننا هجي على الهايدروكسايل بروب تين وهي اورثو كاربون بردو وهنروح ضايف عليها ميسائل كود فأنا هضيف الميسائل من إيه؟ هجيب الميسائل من إه؟ من السام يمين السام دي هي S-Athenozyl ميثاينين اكتف ميثاين دونر ميثاينين أمينو أسد احنا قيدين ده برضو في الميثاينين أمينو أسد استازل حضرتك تراكم ان شاء الله سيب اللينك برضو في الدسكريمشي بوكس يبدأ تيجع الأورثو كربون وحط ميثاين برو كده بقى ميلاتونين يبقى انا حولت السيجيتونين إلى ميلاتونين بثو ستبس عما تيلو استيليشن عمد الان فبقى الناسيتايل سيليتونين وبعد كده دي جيت عند الأورثو كاردون دي وضفت الميثاين برو فبقى ميلاتونين ده بيتحصل فيه بيحصل فيه الباينير بوضيط بوريتنا في الدورك لما اتعرض للدورك او يبقى النور خافت وبعد كده نفوت طوله اليوم بيبقى في ميليته قليلة وده اللي بيحسن السليب أما بالنسبة للنيكوتينيك أسد فقالك ان كل ستين ميلي جرام تريكتوفين كل ستين ميلي جرام تريكتوفين في موجود بايتامين بي سيكس اللي هو البايرو دوكسين بيديني واحد ميلي جرام الهسين هصلنا بول ميلي جرام الهسين ده من ستين ميلي جرام تريكتوفين ازاي؟ بس هنقوم نفس الباثوين اللي عن طريق بديه بالالانين والأسيد وأسيدين من التريكتوفين فانش راقوره بالتفصيل لكن لو يهم حضرتك برد أسازة هل راقى تسيبتها في الكومنت وان شاء الله اعلم ربيتي بالتفصيل المهم ان انا لو انا مخدتش تريكتوفين بكميات كفائية نحن انتفلنا ان التريكتوفين إزال هاي بقى انا بالتالي هيجيلي نايسين ديفيشنسي اللي هي بيسميها بيلاجرام وده بيؤثر على الكوغناتف فانشن بتاعت البرين لان البيلاجرام بيحصل فيها الناياسين مهم جدا للكوغناتف فانشن بتاعت البرين تمام يبقى دولي الحاجات اللي بتيجي من التريكتوفين امينو أسيد السيروتونين كتو زي انتو عن طريق ان انا الاول عملت هايتروكسلاشن عند كاربون 5 فتحول الى خمسة هايدروكسي تريكتوفين شلت الكاربون ديكسلات بقى خمسة هايدروكسي تريبتامين اللي هو السيروتونين وده الاولى في حتة بعيدة عن الفيناير بودي والريتنا اللي هو انا بتكلم عن جو اي تي بتكلم عن الطريتلتس اقصره في الاخر بعدما يعمل الى خمسة هاية اللي هو خمسة هايدروكسي اندول السيروتونين وده بيزيد في حالات الكارسينويد تيومي حاجة التانية اللي احنا قلنا عليها هو الميلاتونين هصنعه من السيروتونين عن طريق ان انا الاول هعمله على الان الكاربون يبقى الان السيروتونين وبعدان هضفه ميسايل جروب من على السام يبقى ده اسمه الميلاتونين وده الهرمون المسؤول عن السليبريزم بيطلع من القيناير البوديو في الريتنا في الضوك نيكوتينيك اسد كل ستين ميلي جرام تريبتوفان في وجود P6 او PLP بيتحاول الى 1 ميلي جرام من عصين ودفكت بيطلع في التريبتوفان ممكن يؤدي الى حدوث في اللقاء الانبورن ايرور اللي اللي هنقى في التريبتوفان هو الهارت فانتزيز في الهارت فانتزيز انا عادت افكت في الرينا تيوبلر ري ابزوربشن ان انا مش قادر اعمل للتريبتوفان للهستيدين للليسين الليسين والتريبتوفان الى اثنين essential امين وقصد والهستيدين سمي اثنين فانا كده بفقد امين وقصد مهيننا جدا بالنسبة وطبعا بالتالي هيبقى فيه defective الـ functions بتاعت كل الهوموس اللي سواء كان في السيرتونين في الميلاتونين ممكن يحصل باللاجران ممكن يحصل الهستيدين يبقى عن ال defective والحاجات اللي انا بجابها من الهستيدين زي الالجوثيونين من الهستامين او من defective blood functions في الهارت نب بيبقى عندي defective renal triplar reabsorption of tryptophan and histidine يبقى عندي defective functions بتاعت الامينواصد نراجع تاني بسرعة tryptophan tryptophan is essential amino acid مش محتاجة اخذه محتاجة اخذة فضائق الانهة وممعوش في جسمي الفيت بتاعه ماكسد او بديني الالنين اللي بجيب منه pyrovate وهو glopogenet وهو aceto esteto وهو ketogenet الimportant اوال حاجة جبت منه السيرتونين بعد كدا جبت منه ميلاتونين بعد كدا جبت منه الثانيسين اللي هو سيرتونين لو انا مش هجب منه ميلاتونين هيتحول للخمسة وهي الخمسة هيدروكسي اندول acetic acid وهو السيرتونين كتابلز حاجة الثالثة قلنا امدول ring pure trifaction of tryptophan بيديني scatoles اندول اتجام الاندول مع البراكس وهو مزائل ودوني المسؤولين عن specific odor of urine and tube وبعد كدا قلنا الـ heart disease اللي يبقى فيها the effect of the renal tubular reabsorption of tryptophan std and glycine amino acid وبالتالي يبقى في the effect of the functions of the 3 amino acids كدا احنا خلصنا this session واشبكة the session اللي يقى على خير ان شاء الله